سلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم النشرة الرياضية ونستهلها بأبرز العناوين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم واصل تحضيراته للمواجهة المصيرية أمام تركومانستان يوم الخميس المقبل دير بالشام بطموحات متباينة بين الأردن وفلسطين وسوريا في مهمة صعبة أمام استراليا في أمسية واعدة بالكثير أهلا بكم وإلى التفاصيل اختتم المنتخب الوطني الأول ميرانه صباح اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة تركومانستان يوم الخميس المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بكاسي أسيا وشارك في التدريبات الجماعية جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر بينما أراح الجهاز الفني محسن جوهر كونه يعاني من إصابة تعرض لها في مباراة أوزباكستان وشهد الميران تدريبات للتسديد على المرمى بالإضافة إلى تقسيمة بين اللاعبين وتنفيذ العديد من الخطط الفنية والمهارية وفي سياق متصل أعطى المدرب بن فيربك اللاعبين راح في الفترة المسائية تجنبا للإرهاق وفي مباريات الأمس استطاع المنتخب الإماراتي أن يحسم صدرته للمجموعة الأولى بتعادله مع المنتخب التايلندي بهدف لهدف يتاهل كل المنتخبين إلى الدور المقبل وفي المجموعة ذات يتاهل المنتخب البحريني بعد فوزه على المنتخب الهندي بهدف نظيف الدقيقة التسعين من المواجهة نتابع أداء باهد وحالة من التوهان وفقدان للحلول غلف أداء الأبيض الإماراتية في أول مواجهتين أمام البحرين والهنتباعا وبات طموح المدرج الإماراتي أن تتغير الصورة والشكل والمضمون أمام تايلندي هدف من علي مبخوت جعل الجماهير الإماراتية تظن للوهلة الأولى أن المباراة تذهب لنتيجة كبيرة أمام تايلندي إلا أن الكاتيناتشو الإيطالية على طريقة زكروني أعطى الكثير من الثقة لأبناء تايلندي للتقدم للأمام والبحث عن المفاجأة وهذا ما كان بهدف التعادل الذي قلب معطيات اللعبة وعبث بأوراق المجموعة فبعد أن كانت تايلندي خارج حسابات الترشح باتت مرشحة فوق العادة لخطف تذكرة العبور تعادل يرضي زكروني لكنه بالتأكيد لا يرضي أصحاب الضيافة فالإمارات لم تنظم الحدث من أجل أن تظهر بهكذا مستوى أو هكذا أسلوب صحيح أن التعادل الذي سارت عليه دقائق المباراة حتى النهاية يؤهل الإمارات على رأس المجموعة إلا أنه لن يدخلها دائرة الترشحات لنيل اللقاب ليكتفي الأبيض بخمس نقاط وتحصل تايلندي على بطاقة تآهل تاريخية بعد طول غياب وانتظار لكتيبة الفيالة كل هذه الأحداث تدور في وقت كان الأحمر البحريني يعاني الأمرين أمام دفاع الهند الهند التي قاتلت من أجل تعادل يؤهلها للتواجد بين الستة عشر الكبار بقيادة ستيفن كونستانتين كان هجوم البحرين لا يجد طريق الشباك رغم المحاولات التي كانت تتكسر أمام عزيمة الهنود ورغبتهم في الخروج بنقطة ستكون تاريخية بكل المقاييس وربما ستكون بداية النهاية لسيطرة الكريكت على عقول وقلوب الشعب الهندي إلا أن ذلك لم يكن أبناء البحرين لم يأتوا من المنامة من أجل عودة مبكرة لينجح أبناء القيدوم ميروز لافسكوب من خطف ركلة جزاء نفذ هجم الراشد في آخر أنفاس المباراة لترافق البحرين الإمارات وتايلاند وتودع الهند بعد أن فرضت احترامها على الجميع بعد تآهل منتخب الإمارات للدور ثمن النهائي وذلك بعد تصدره للمجموعة الأولى بخمس نقاط من تعادلين وفوز عبر لعباء المنتخب الإماراتي إسماعي المطر وخالد عيسى عن سعادتهما بالمستوى المتصاعد للأبيض كما أعربا عن سخطهما للعزوف الجماهيري أثناء لقاء المنتخب أمام تايلاند والله شوف تمثيل البلاد ما يحتاج أن نحن ندعوه أحد اللي يحضر يزاهم الله خير للموجودين واللي يحضر يشجع المنتخب ترى يشجع المنتخب نحن في النهاية يصنمثل الدولة ونلحب حق الشعار اللي حطينا نحن أو العالم اللي هو حطينا على صدورنا اللي يبي يحضر يبي يشجع أيها الله اللي ما يبي يحضر أدرا معاه ونحن سامحينه لكننا في النهاية حضره ولا ما حضره نحن ما نغاتل في الملعب وما نسوي اللي علينا إن شاء الله شوف أنا من من اللعيب اللي أحب أتكلم وقيم عمل المدارب لكن أتوقع أن أنا كلاعب علي أن أقدم دوري والباقي على الله سبحانه الحمد لله أول شيء على الصعود توفيق من الله أتأكد إذا لعيبه كانوا حزنانين على المباراة أو حزنانين على الوضع بشكل عام أتأكد أن معناته فيه شيء خطأ في الموضوع أو فيه شيء غلط في الموضوع نحن أوكي حاسيم تأنيب الضمير أن نحن قاعدين نسعى قاعدين نبدأ القصارة جهدنا فوق الضغطات التي نتعرض فيها لفتر اللي طافت كنا نحن مستضيفين للبطولة ومطالبين بالبطولة كذلك لكن الحمد لله قادرين أن نوقف على ريولنا ونأخذ كل مباراة بالقطع نفس ما يقولون هذا وعرب جمال راشد لعب المنتخب البحريني عن سعادتي بتاهل منتخب بلاده لدور 16 كفضل ثالث وذلك بعد أن أحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة في شباك المنتخب الهندي من ركلة جزاء يلعب المنتخب السوري اليوم باراة مصيرية مع نظره الأسترالي على ملعب خليفة بن زايد ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات من أجل تصطير الأمجاد ورفع راية النصر في محفل كروي كبير لا يتكرر كثيرا قد تتغير به الكثير من الموازين على مستوى النتائج والطموح تدخل الفرق العربية اليوم بطموح وآمال كبيرة لرفع أوطانها والذهاب بعيدا في الاستحقاق القاري الكبير الذي ينشده القاسي والداني على ملعب استاذ خليفة بن زايد بالعين يدخل نسور قاسيون معتركا صعبا في مهمة معقدة عندما تواجه أستراليا حاملة اللقب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية حيث تمني الجماهير السورية النفس بتحقيق فريقها الفوز والابتعاد عن الحسابات المعقدة في تأهل أفضل أربع منتخبات من المركز الثالث كتيبة المدرب الوطني فجر إبراهيم تعلم صعوبة المباراة المفصلية مع الكنغار الأسترالي الذي يسعى لحسم تأهله للدور الثاني ومصالحة جماهيرو التي أبدت عدم رضاها بما قدمه اللاعبين في المواجهة الأولى بخروجه بخسارة مفاجئة أمام الأردن وبهدف وحيد وتحسين الصورة بفوزها الكبير على فلسطين بثلاثية نظيفة عمر السومى ورفاق أصحاب الخبرات العالية يأملون بكسر حالة الصيام عن التهديف والوصول للأدوار الإقصائية فكل الثقل سيكون على كهل اللاعبين لحصد النقطة الرابعة في الترتيب والتي ستضعه بشكل مباشر ضمن صفة الكبار بدور الستة عشر فمن ياتر من لاعب النسور سيرسم الفرحة في الوسط الرياضي السوري وكسب بطاقة العبور وربما تكون بارقة أمل منتظرة للوصول بعيدا في المعترك الآسيوي عقد منتخبي سوريا وأستراليا مؤتمر صحفيا ضمن استعداداتهم اللقاء المصيري في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الثانية وصرح المدرب السوري فجر إبراهيم بجاهزية اللاعبين لخوض المواجهة وعرب عن تفاؤله بتقديم مستوى جيد لتحقيق الفوز من جانبه أكد مدرب المنتخب الأستراليك راهم أرنولد على أهمية تركيز اللاعبين بلقاء اليوم وعدم التفكير في الماضي الموضوع قلت لك أنا واللاعبين ما في غرب بيناتنا نحن نعرف بعض من الفترات طويلة لذلك أول ما وصلت وصلت على الشغل مباشرة لذلك ما في يعني هني بيعرفون أنه بعرفون متأقلمين على بعض بشكل كتير جيد موضوع أنه سلمنا على بعض والحمد الله على السلامة ودخلنا التمرين هذا هو الأمور كلها طبعا هذا اللي احنا اشتغلنا عليه هو العامل النفسي يعني ما فينا نشغل أكتر من هيك العامل النفسي كان هو العامل الحاسم اللي اشتغلنا عليه وإن شاء الله بيخرجوا من الحالي بيخرجوا من نتيجتين بيعتقد لي هني ضمن قرارة نفسهم غير راضين عليهم ونغير الصورة اللي ظهرت المبارتين الأولين شخصيا لم اواجه السورية من قبل دائما نؤكد على اللاعبين أن يركزوا في اللقاء المقبل وعدم التفكير في الماضي المستقبل هو كل شيء والمهم ما يحدث اليوم لقد شاهدنا أداء سوريا في المبارتين السابقتين ونعرف نقاط القوى ونقاط الضعف لديهم سوف نعمل على استغلال نقاط الضعف ولكننا نتوقع أن يأتي أداؤنا بشكل أفضل مما قدمنا في مباراة فلسطين نحن ماضون في مسيرة طويلة رحلة من أربع سنوات بدأناها للتو ونلعب بشكل مختلف تماما مقارنة بالماضي ومع مجموعة شابة من اللاعبين إنها مرحلة مثيرة ولكننا نركز على أنفسنا وحسب نكن لسوريا كل الاحترام كبلد وكفريق ولكن ما يهم هنا هو أداؤنا وفي ذات المجموعة يلتقي المنتخب الفلسطيني بنظيره الأردني في مهمة مفصلية معقدة للفدائيين الذين يبحثون عن انتصار أول يدون في سجلات تاريخ بطولة الأمم الأسيوية لكرة القدم الكثير من الفرق دخلت أجواء الكأس الأسيوية بعيدا عن أضواء الإعلام والترشيحات والتوقعات وهذا مكان من الأردن الذي مثل الحصان الأسود في دور المجموعات حين أطاح بحامل اللقب ونجح من تجاوز جاره السوري بأقل الجهد والأضرار بقيادة المدرسة البلجيكية التي تعيش عصرها الذهبي على كل المستويات الأردن بقيادة البلجيكي فيتال تقدم كرة قدم حديثة أن عشت مدرجات البطولة بحماس غاب عن الكثير من المواجهات وجعلت الشعب الأردني يدخل دائرة اليقين بفريقه ولعبيه وأنهم قادرون على الذهاب بعيدا وكسر نحس البطولة التي طالما عانلت الأردنيين هذه المرة الخصم هو الجار فلسطين الذي يبحث عن إنجاز في ثاني تواجد قارية مباراة لن تكون سهلة فالدربيات الشامية دائما ما تكون حماسية ويغلبها الأداء القوي والرغبة في حسم حوار كروية بين الجارين الأردن حسمت تأهلها ولا تلعب بلغة الحسابات فهي متأهلة مهما كانت نتائج الآخرين ومتشبثة بالقمة رغم كل التقلبات على الجانب الآخر فلسطين بقيادة نور الدين الولد علي تدرك بأن الأوان لم يفوت فنقطة أمام سوريا تجعل باب الاحتمالات مفتوح والتذكرة تظل حائرة فالجار سوريا يواجه أستراليا في مباراة تميل كفتها للكنغر الأسترالي وبالتالي فإن الفوز على الجار يعني أربع نقاط كفيلة ببلوغ الدور القادم كأفضل ثالث على أقل تقدير وهو ما سيرفع من وتيرة المواجهة العاصفة بين الجارين بالرغم أن الطموحات متباينة بين فريق ضمن مواصلة المشوار وآخر حضوظه معلقة على كف عفريد فيا ترى هل تنجح فلسطين من حل المعادلة الصعبة وانفاجأة الجميع أم أن الجار سيقس على جاره ويبعده خارج أسوار البطولة وهل ستشهد أمسية اليوم مودع آخر يرافق المنتخب الهندي للمطار كلها تساؤلات إجابتها ستكون حاضرة في تسعين دقيقة من نار استقال الإنجليزي ستيفن كونستانتين من منصب المدير الفني للمنتخب الهندي بعد الخروج من كاس الأمم الأسيوية فعقب الهزيمة أمام البحرين بهدف النظيف حيث قاد المدرب كونستانتين الهند لأربعة عوام شهد خلالها تغييرا كبيرا في الأداء الهندي مما أهله لبلوغ نهائيات أمم آسيا وافتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على التايلاند برباعية وخسر بعدها أمام أصحاب الضيافة وكان المنتخب الهندي قاب قوسيني أو أدنى من التأهل إلى دور 16 قبل أن تسجل البحرين هدف المباراة القاتل من ركلة جزاء أشاد أسطورة التحكيم الإيطالي والعالمي كولينا بقرار تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد فار بداية من دور الثمانية في بطولة كاسي آسيا 2019 المقام حاليا بالإمارات مشيرا إلى أنه يتماشى مع الظروف والواقع ويتواجد كولينا حاليا في الإمارات للإشراف على تدريب حكام كاسي آسيا على استخدام تقنية الفيديو التي ستطبق بالبطولة للمرة الأولى مع مباريات دور الثمانية ورغم الانتقادات التي وجهت لقصر استخدام الفار على الأدوار النهائية بداية من دور الثمانية وعدم تطبيقها على دور المشموعات أشاد كولينا بهذا القرار وأكد أن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم كان أمام أمرين إما عدم تطبيق تقنية الفار في البطولة وإلغاء الفكرة أو تطبيقها في مرحلة جزئية لذلك جاء القرار بالتطبيق في ربع نهائية قبل الختام هذا تذكر بأبرز نجاة في النشرة من أنباء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم واصل تحضيراته للمواجهة المصيرية أمام تركومانستان يوم الخميس المقبل دير بالشام بطموحات متباينة بين الأردن وفلسطين والسوريا في مهمة صعبة أمام أستراليا في أمسية وعدة بالكثير وصلنا بكم إلى الختام شكرا على طيب وكرم المتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة